المقالة اللي صدر في فرنس 24 الموقع باللغة الفرنسية يحكي على انفلاشن, ركonstruccion, أوتان المشاريع والأولويات الكبرى اللي تستنى في الرئيس إردوغان اللي فاز بولاية ثالثة البارح بنسبة تفوق بقليل 52% في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تركيا المعروف واللي كان حتى واحد من أهم النقاط اللي صارت عليهم الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة هي المشكل الاقتصادي نعرف الكل اللي تركيا تواجه من تواجه أزمة اقتصادية خانقة تتمثل خاصة في نسبة تضخم كبيرة وكبيرة جدا نحكيه على 40% في شهر أبريل اللي فات إذا كان قارنه بأساس سنوي علما أنه كانت جاوزت في الخريف الفارط كانت جاوزت 85% كنسبة تضخم وهذا بطبيعة يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للاقتصاد التركي السياسة متاع إردوغان أو على أقل السياسة النقدية في تركيا في مواجهة التضخم طرحت أكثر من تساؤل لأنه في تركيا نسبة الفايدة قعدت متدنية بالنسبة للاسبة الفايدة تم التخفيض فيها من 14 إلى 8.5% ما بين أوت 2022 وفيفري 2023 وهذا كما يعرف الخبراء في المجال عادة معادي أو مناهض لسياسة نقدية تهدف إلى السيطرة على التضخم لأنه كما شوفوا في عدة سلطات نقدية في عدة بنوك مركزية في العالم وقتل يطلع التضخم القرار السلطة النقدية يكون بزيادة في نسبة الفائدة ومش هذا اللي قاعد يصير في تركيا وإنما العكس بتوجيهات من الرئيس التركي فإنه الهدف هو الإبقاء على نسبة الفائدة منخفضة لتشجيع الاستثمار ولكن هذا كان عنده مفعول سلبي جدا بالنسبة للتضخم في تركيا هذا كذلك كان عنده مفعول سلبي جدا على الليرة التركية واللي في زوز سنوات كانت خسرت نسبة هامة جدا من القيمة امتاحة اليوم الليرة قدام الدولار تعرف انزلاق كبير بما أنه الدولار الواحد يجيب عشرين ليرة في تركيا بالنسبة للأرقام الرسمية المتوفرة فإنه أنقرة صرفت خمسة وعشرين مليار دولار في محاولة لدعم الليرة التركية قدام الانزلاق مقارنة مع الدولار لكن هذا ما كانش كافي والمسار على الأقل العامين الخرانين كان تنازلي تنازلي وبامتياز بالنسبة للتركية الليرة التركية اللي عرفت تراجع وتراجع كبير بالنسبة للمخزونات من العملة الصعبة في تركيا هي بدورها تشهد تناقص بما أنه حسب المقال فإنه هذه المخزونات نزلت إلى أدنى مستوى منذ الفين واثنين ذكروا اللي الفين واثنين كانت تركيا تعيش في أزمة اقتصادية أكبر حتى من الأزمة الحالية وبإمكانيات أقل بيسر من اللي متوفر عندها اليوم وببنية تحتية أقل بيسر من اللي موجودة اليوم في تركيا كذلك من الملفات المهمة اللي بشكون على طاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ولايته الثالثة اللي فاز بها البارح موضوع إعادة البناء بعد الزلزال المدمر اللي ضرب البلاد في الأشهر الفارطة الزلزال هذايا واللي كان في ستة فيفري اضرب بقوة سبعة فاصل ثمانية في المياه في مناطق في تركيا في الجنوب الغربي للبلاد كان في الجنوب الشرقي للبلاد كان خلف خمسين قتيل على الأقل وأحدث تحول وتغيير للسكنة لعلى الأقل ثلاثة ملايين من الموجودين في المناطق اللي ضربها الزلزال نحكيه على ثلاثة ملايين غيروا المسكن متاحهم بسبب انهيار المساكن متاحهم في البرنامج متاع الرئيس التركي يحكي على ستمية وخمسين ألف مسكن جديد بش يتم إنشاؤه في الخمسة سنوات القادمة الكلفة متاع الزلزال تم تقريبا تحديدها في حدود لمية مليار دولار حسب الأمم المتحدة وحسب كذلك المصادر الرسمية في تركيا اللي رجب طيب أردوغان كان من لعود الانتخابية متاعه في الحملة الرئاسية الأخيرة هو إعادة البناء ورقم كبير برشة اللي هو ستمية وخمسين ألف مسكن جديد سيتم إنشاؤهم في المناطق اللي ضربها الزلزال الزلزال يعد رقم كبير لكن إلى أي مدى هذا يقابل التحقيق على المدى القصير وإلى أي مدى يحل المشكلة اللي هي حالية المشكلة متاع المتساكنين اللي غادروا منازلهم لأنه يا أما منازلهم تهدمت بالكامل وإلا تعرضت إلى أضرار تخليها معادش آمنة بالنسبة للمنازل اللي هذين نحكيه على رقم ثلاثة مليون مواطن تركي كان اضطر إلى مغادرة المنزل بعد هذا الزلزال كذلك من النقاط الأخرى والملفات الساخنة اللي بشكون على طاولة الرئيس التركي الجديد القديم اللي عاوض نفسه رجب طيب أردوغان موضوع حلف الناتو نعرفوا اللي تركيا هي عضو في حلف الناتو منذ ألف وتسعمائة واثنينة وخمسين وتركيا تعترض على دخول كل من السويد وفنلندا إلى هذا الحلف السويد وفنلندا اللي هما كانوا في حلف في دول عدم الانحياز لكن بعد الحرب التركية بعد الحرب الروسية الأوكرانية بما أنهم عندهم حدود مع روسيا فعرفوا أنه من الصعب الصمود في صورة تعرضهم إلى أي خطر عسكري مع الجار الروسي وبالتالي حاولوا الانضمام إلى حلف الناتو في محاولة لتأمين على الأقل الحدود من خلال هذا الحلف تركيا معترضة عاطية الفيتومتاحة على انضمام سويد إلى الحلف والسبب هو ما يعتبر النظام في تركيا كون سويد في أراضيها قاعدة تحمي في عدد من المطلوبين لديها واللي مسميتهم هي إرهابيين وقايدتهم معناها في قايمة من المسؤولين على الانقلاب اللي صار في 2016 واللي يقودوا الزعيم المهاجر فتح الله جولن واللي هو الجميع يعرف اللي هو العدو لولاني لرجب طيب إردوغان وبالتالي هذه النقطة اللي تخلي تركيا تعترض على دخول السويد لحلف الناتو بالنسبة لفنلندا الأمور يمكن أقل شوية صلابة بما أنه فنلندا كانت كذلك كما سويد كانت في حلف في دول عدم الانحياز وطلبت الدخول إلى حلف الناتو في فيفري 2022 لكن هذا الطلب كذلك يقابل بالفيتو التركي في انتظار كونه الملفات هذية يتم حسمها في القمة القادمة اللي بيسير في جويليا في في أمور الحلف هذية وخاصة الموقف التركي من النقاط الأخرى اللي نقاط ساخنة وملف حرق على الطاولة الرئاسية في تركيا طاولة الرئيس رجب طيب إردوغان هي العلاقة مع سوريا وهنا القوات التركية على امتداد السنوات الأخيرة كانت في أكثر من مرة قامت بعمليات عسكرية داخل الأراضي السورية الآن التوجه خاصة في محاولة العودة الطوعية للاجئين السوريين نحو سوريا نحو أراضيهم وهذا يصير حسب البرنامج متع رجب طيب أردوغان من خلال إنشاء ميتين وحدة سكنية ميتين ألف منزل ميتين ألف منزل في 13 من المحافظات الشمالية لسوريا واللي هي القريبة من الحدود التركية تخلي المنازل هذه تمكن المهاجرين والليجئين السوريين المتواجدين في تركيا بأعداد كبيرة جدا وصلت إلى ما يقارب 3.4 مليون لاجئ على الأراضي التركية لاجئ سوري بعد الحرب في سوريا تخلي فما إمكانية لعودة طواعية من طرف اللاجئين هذوما نحو الأراضي السورية إلى أي مدى هذا سياسيا ممكن لأن اللاجئين اللي نحكي عليهم في سوريا مهربوش كان من الحرب وإنما كذلك يمكن لمواقف سياسية مع النظام السوري لكن في كل الحالات المشروع أو الفكرة بالنسبة للرئيس التركي هو إنشاء وحدات سكنية في المحافظات الشمال السوري اللي قادر على استيعاب اللاجئين السوريين المتواجدين في الأراضي التركية واللي كما قلنا وصل العدد لما يقارب 3.4 مليون لاجئ هذه بعض من الملفات الكبرى الملفات الحارقة اللي بشكون على طاولة الرئيس التركي في ولاية جديدة كان فاز بها البارح بنتيجة تفوق الـ 52% في الدور الثاني كما ذكرنا العلاقة مع سوريا العلاقة كذلك والدخول بالنسبة لدول السويد وفنلندا لحلف الناتو وكذلك إعادة البناء بعد الزلزال المدمر اللي يضرب البلاد في 6 فيفري وخاصة المشكلة الاقتصادي محاربة التضخم والتصدي لانزلاق العملة المحلية الليرة التركية واللي على مستوى العامين الإخرانين كانت عرفة تراجع كبير وكبير جدا هكذا نكون وصلنا لنهاية الليكو انترنسيونال وبها نكون وصلنا لنهاية الإكسبرس لليوم شكرا سيرين في الإخراج سيرين حتيت كانت معنا على الكونسول سليم بن عمار في الديجيتال تابعتونا بالفيديو على لشان إكسبرس أفهم في يوتيوب وليد برحومة نحييكم وسامة لحكيري في الإعداد تقابلوا غدوا إن شاء الله في نفس التوقيت من نص نهار المنذي 3 في الإكسبرس باي باي